عوض الذهب إلى قاعات الدراسة أو التكوين يجد آلاف الأطفال والقاصرين أنفسهم باكرا في سوق العمل وفي الكثير من الأحيان يزاولون مهاما لا تتناسب وقدراتهم البدنية والإدراكية والنفسية فبحسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط فإن 193 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة يزاولون أعمالا خطيرة وهو ما يمثل 59% من الأطفال العاملين الإحصائيات ذاتها تظهر أن أقل من 20% من هؤلاء الأطفال يترددون على المدرسة بينما حوالي 72 منهم انقطعوا عن الدراسة وتسعة في المئة لم يسبق لهم قط أن التحقوا بها ومن بين مجالات عمل الأطفال التي ما زالت تعرف انتشارا كبيرا في المجتمع نجد العمل في البيوت الجمعيات المناصرة لحقوق الطفل تتحدث عن وجود أزياد من 80 ألف خادمة بيوت تقل أعمارهن عن 15 سنة ومن أجل الحد من هذه الظاهرة تبنى المشرع السنة الماضية القانون رقم 19-12 القاضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين وبالرغم من المكتسبات التي حملها هذا النص لم تتوقف الجمعيات الحقوقية عن توجيه انتقادها لتنصيصه على إمكانية تشغيل الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 16 و18 سنة ولو لفترة انتقالية كما تدعو إلى ضرورة تعديل مدونة الشغل حتى يتم تعميم سن الشغل في 18 عاما